يعتزم عدد من المحامين في لبنان تقدم بدعوة قضائية يوم الاثنين المقبل على خلفية اختطاف خمسة شبان سوريين من أمام السفارة السورية في بيروت وفق مصادر التلفزيون العربي ولم يعلم بعد مصير المختطفين الخمسة إن كانوا في لبنان أم قد دقلوا إلى سوريا في حين أكدت مصادر حقوقية أن الأجهزة الأمنية اللبنانية تتابع الموضوع لكنها لم تكشف عن أي تفاصيل وتقع الحادثة بعد تعرض ناشط وقيادي سابق في فصائل المعارضة السورية للخطف بعد خروجه من السفارة السورية بحسب ما أعلن محاميه في لبنان من جانبها نفت السفارة السورية في لبنان في بيان اختطاف أي ناشطين لدى دخول سفارتها في بيروت وللمزيد معنا من بيروت مرسلتنا جويس الحاشقوري جويس ضعينا أكثر في المعلومات المتوفرة ولكن المدقق فيها ماذا يقول الناشطون عن آلية متابعتهم لهذه القضية هناك متابعة من قبل نشطاء حقوقيين لهذا الملف ولكن اللافت هو صدور بيان عن مخابرات الجيش اللبناني قبل قليل هذا البيان يتحدث عن تحويل اثنين يحملان الجنسية السورية إلى الأمن العام اللبناني لدخولهما بطريقة غير شرعية إضافة إلى إلقاء مخابرات الجيش على أربعة أشخاص من الجنسية السورية في منطقة اليارزي وهذه المنطقة هي المنطقة التي تقع فيها السفارة السورية تم إلقاء القبض عليهم أيضا لأنهم دخلوا إلى البلاد بطريقة غير شعرية عبر التهريب ألقت مخابرات الجيش اللبناني القبض عليهم وتقوم بالتحقيق معهم يفترض أو يعتقد أن هؤلاء هم الأشخاص أو الناشطين الذين كانوا يتوجهون إلى السفارة السورية في منطقة اليارزي لم تتضح بعد لأن الأسماء بحسب بيان الجيش اللبناني لم ينشر الأسماء كاملة لهؤلاء الذين في عهدته لمطابقتها مع أسماء النشطاء المفقودين ولكن هذا الخطوة أو هذا الحادث أثار الكثير من المخاوف لدى اللبنانيين ولدى السوريين وأعاد إلى الأذهان أحداث حصلت في السنوات أو العوام الماضية من خلال خطف ناشطين أو اغتيالات أيضا لناشطين ولأشخاص يعادون أو في المقلب الآخر من الجانب السياسي للنظام السوري أو أيضا للنظام اللبناني إذن يفترض أن يكون هؤلاء لدى مخابرات الجيش اللبناني يقول الجيش أنه يحقق معهم مزيد من التدقيق في الأسماء سيكون من خلال محامي هؤلاء والناشطين الحقوقيين الذين يعرفون كامل هوية الأشخاص المفقودين حتى هذه الساعة نجلاء شكرا لك جويس الحاشوري ورسلتنا من بيروت